دائما بسم الله نبدأ يسرني أن أقدم لكم هذه الدروس لشرح مقرر تنظيم الحاسبات Computer Organization والذي يدرسه طلاب كلية الهندسة تخصص هندسة كهربائية وطلاب كلية علوم الحاسب تخصص هندسة حاسب سيتم شرح المقرر في جزئين جزء أول تنظيم حاسبات واحد ثم يليه الجزء الثاني تنظيم حاسبات اثنين أصحبكم أنا دكتور فخر الدين محمد سليمان عبر هذه الدروس متمنيا أن تكون مفيدة للجميع ونبدأ بتعريف المقرر الأول تنظيم حاسبات واحد About the course يهدف هذا المقرر إلى تقديم المواضيع التالية This course aims to introduce the following أولاً the different components of computers مكونات الحاسب المختلفة ثانياً the basic principles and operations المبادع الأساسية للحاسب وعمليات الحاسب ثالثاً the organization types of computers أنواع التنظيم المختلفة المستخدمة للحاسبات هل يلزم متطلب سابق لفهم محتويات هذا المقرر؟ نعم ولأن الحاسب هو في المحصلة مجموعة من الدوائر المنطقية التي تؤدي وظائف معينة فكم متطلب سابق لابد من إلمامك بتصميم الدوائر الرقمية إذن the prerequisite is digital circuit design وما هي المخرجات التعليمية المتوقعة بعد الانتهاء من هذا المقرر؟ The learning outcomes are your ability to know the following مغدرتك بعد الانتهاء من هذا المقرر على معرفة الآتي واحد Different components of computers ستعرف جميع مكونات الحاسب المختلفة اثنان Basic principles and operations in computer ما هي مبادع الحاسب الأساسية؟ وما هي العمليات التي تجري بالحاسب؟ ثلاثة How micro operations are performed كيف يتم تنفيذ العمليات الدقيقة في الحاسب؟ والعمليات الدقيقة هي العمليات التي يحتاجها الحاسب لتنفيذ تعليمة محددة أربعة Data representations كيف نمثل البيانات بطريقة يفهمها الحاسب؟ خمسة Organization types ما هي أنواع التنظيم المستخدم للحاسبات؟ ستة Basic computer design كيف نصمم حاسباً أساسياً يستطيع القيام بالعمليات الأساسية؟ سبعة Evaluation of performance كيف نقيم أداء الحاسب بحيث نفاضل بين حاسب وآخر؟ تمانية Write low-level programs كيف نكتب برامج ذات مستوى أدنى أو برامج لغة الآلة كما تسمى بحيث يفهمها الحاسب لينفذ بها عمليات أساسية؟ معينة وإلى الدرس القادم